بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على الشرق المستدرين نواصل في شابتر 5 نكتشار 3 ونرى الفنكشن فاكتور فاكتور و السيمبوليك سمبستيشوشن سبستيشوشن تعويض فاكتور الفاكتور اي هذي اي بوزيتف انتقر فاكتور كن تيك ممكن تكون نتيجة تبعها بوزيتف عدد موجب وممكن تكون سيمبوليك اكسبريشن زي الفانكشن مثلا اذا كانت اي هذي بوزيتف انتقر فهذه تعطيني ايش اللي هو إذا كانت عدد معين فهو يعطيني اللي هو اللي هو اللي هو العوامل اللي يعني مثلا عطيته مية حيقولك انها مثلا اثنين في خمسة في كذا كيقولك هي ناتجة من ضرب اي عناصر حنشوف مثال امثلة على الكلام هذا انا هنا مثلا عندي فانكشن اي ايكوال اكس سكوير ماينس واي سكوير هل ممكن تحول هالي الى اقواس من ضربه في بعض نشوف نقولك نعم نرجع عن اكس ماينس واي في اكس بلاس واي اللي هي هذه معروفة فرق بين مربعين فهي لاحظ انها عكس ايش عكس الكوليكت الكوليكت تعطيه هذه يحولها لك الى هذا اما الفاكتور فهو تعطيه العملية ويحولها لك الى اقواس من ضربه بعض سي ما قلنا قبل اذا كانت الان هذه عدد فالنتيجة ستكون العناصر اللي ينتج منها هذا العدد اذا اخذت كل هذا العداد وضربته حالنتيجة ستجيك 3030 هل ممكن كان يعطيني ستة ما ضربه في بدل اثنين وثلاثة يعطيني ستة لا لانه الستة نفسها ناتجة من اثنين في ثلاثة صح اذا هو حيعطيني البرائم الاعداد اللي ما تقبل القسمة الاعداد الاولي اللي ما تقبل القسمة على اي شيء اخر هليا حنشوف التعويض عندي هذه الفانكشن اي هذه القيمة الاصلية والدياك تعويض لي عنها بالنيو بقيمة جديدة مثال لاحظ هذي الفانكشن عندي هنا اكس سكوير بلاس سيكس اكس بلاس سيفن الاكس هذي الاولد فاليو والدياك تعويض عنها ب الواي اذا صارت الواي بدل الاكس بس صارت الواي اللي هنا باللون الازرق بدل الاكس اللي عندك هنا باللون الاحمر بس تعويض اذا عوضنا بحرف اخر هل ممكن نعوض عن الحرف برقم او العكس نعم اذا السيمبوليك هنا لازم نقول اي والبي لازم نكون السيمبوليك لانه عندي اي بلاس بي هذه الاي الموجودة هنا والدياك تستعويض عنها باربعة بس فالنتيجة صارت اربعة زايد بي بدل ايش بدل انها كانت اي زايد بي صارت اربعة زايد بي اذا هل ممكن عملية حسابية كلها نستعيض عنها بشيء اخر برقم اخر او بعدد اخر نعم او بحرف اخر نعم بي توبور بي ودياك تستعيض عنها بخمسة لاحظ بي المضروب اي قوة بي هذي يستعيض عنها بخمسة فلاش تصير العملية هي خمسة مضروبة في اي او اي مضروبة في خمسة واحد لانه هذولا صارت نتيجة بخمسة اوكي ممكن كمان نجيب فانكشن عن طريق الفانكشن نفسها زايد او ناقص عدد معين مثلا انا عندي اففتي وعندي جي افتي لكن ودي اطلع الجي افتي تساوي اففتي زايد اثنين ناقص عدد اففتي بدون ما اعرف الاثنين وعوض عن اففتي بلاس تو اذا اولا لازم تكون التي اللي هي موجودة عندنا هنا معرفة والاف ودي ايها تصير قيمتها هي الففتي لاحظ هنا الاف قيمتها الففتي كلها بما فيها الاقواس وكل شي فانا اي مكان لقيت اي ما وين ما تعطيني قيمة الاف اقول قيمتها هي الففتي الاقواس والتي وكله يعني هنا يقول لك الجي ايش تساوي تساوي الففتي هذه لكن التيل اللي داخلها عوض عنها بتي زايد اثنين التيل اللي هنا موجود داخل الففتي هنا عوض عنها بتي زايد اثنين ونقص منها الف الف ايش قيمتها قيمتها هذه وقيمتها الففتي النتيجة الففتي زايد اثنين ناقصا الففتي من ونجاية هذه اصلا هنا قال لك الف التيل اللي فيها عوض عنها بتي زايد اثنين ونقص منها الف ال F هذا اللي FFT معرفه هنا في هذه الخطوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته